تواصل الدولة العمل على تحسين بيئة العمران من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطنين المصريين وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفي هذا الصياق أكد وزير الإسكان عاصم الجزار أن خطة الدولة العمرانية هي بالأساس خطة اقتصادية وليست خطة للبناء فقط مضيفا أن الهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها وزير الإسكان بمقار جمعية المهندسين المصريين التي كرمته ومنحته العضوية الفخرية